بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين في موضوع تأملنا النهاردة بعنوان في مسيرك نحو الله لا تنظر حولك في الحقيقة أب الأباء إبراهيم لما خرج علشان دعوة ربنا له لما قال له اترك أهلك وعشرتك وتعال معايا للطريق اللي أورهولك كان معاه أبو وكان معاه ابن أخوه لوت وفي الطريق تعطل لوت في حرون لمدة خمس سنين لأن الحقيقة أنهوت هو متأثر بمن حوله فتأخر في الطريق لكن الحقيقة قدامنا مثل تاني في المثل التاني ده المرأة ساكبة الطيب اللي قال عنها في إنجيل قدس لو وإذ امرأة في المدينة كانت خاطئة هذه المرأة عندما جاءت للمسيح في مسيرتها لتنال الغفران ومعرفة المسيح له المجد هذه المرأة لم تعتبر من حولها ولم تنظر للمعوقات اللي هيسيرها حولها المرأة معروفة أنها خاطئة والكل ينظر لها نظرات مش مصبوطة دخلت بيت الفريسي من الطبيعة أن هي غير مرحب بها في هذا المكان وأن هي تلام وأن هي الكل يبص لها بساط وحشة جدا وأنهما كان من السهل أنها تترد إلى الآن مش عارف إزاي دخلت بيت الفريسي دخلت قد تكون دخلت لما لقل جاجتها قد تكون دخلت إزاي فلكن هذه المرأة كان الهدف الواضح بتاعها قال لها ما ببصش حواليها اللي بيبص حواليه كتير بيتعطل ليغد أراء الناس وبيعمل خير بيتعطل زي ما قال قدس البابا شنود الثالث ليس عند الناس رأي سابت شاف يليق فحلول اللي فريق ضده أخرى لفريق لكن الإنسان اللي جعل الرب أمامه كهدف وبيسعى نحيته مش مفروض أنه هو يدور على أراء الناس كتير في العمل اللي هو متأكد منه وعرفه أنه هو بيتقلم نحية الله إذا كان عايز يترك أو يعطي أو إذا كان عايز يسامح أو إذا كان عايز ينفذ وصية من وصايا الإنجيل لا يستشير أحد إبراهيم أب الأباء فيما بعد خد موقف عندما أراد أنه هو يطيع الله في تقديمه إسحاق ابنه لله محرقة لم يستشر صارة حتى لا يتعطل وبكده هو تم إرادة ربنا لو كان استشار كان هيتأخر لكن عمل الرب اللي أنا متأكد منه أنه وصية وصية إنجيلية أو محبة سواء كانت محبة أو توبة أو أي وصية أخرى مقدسة أعملها بلا تردد وأعملها وأنا بدون أن أسأل كثيرا لألا يكون هناك عطلة ولألا أتعطل على العمل الرب فيريد حسبما لنا فرصة للخيزب والإنجيل نعمل الخير بسرعة وبسرعة لما بيقول إن ملكوت الله يغصب والغصبون يختطفونه كلمة يختطفونه يعني بسرعة الإنسان ياخده بسرعة لأنه لو تردد شوية هيديع منهم في أمور كده تستحق مننا أن الإنسان يعملها وهو ثابت في قلبه ويعملها بسرعة بدون أي تردد ربنا يدينا كلنا إن إحنا لا نتردد في عمل الخير ولكن نعمله باستماتة ونعمله بتصميم ونعمله بعد ما نكون عقادنا فعلا العزم في القلب إن إحنا نتمم مشيئة ووصية ربنا لإلهنا كل مجد وكرامنا الآن الأباد كلها أمين